مطلوب دم تلك المفردة النزفة لشلال الموت بالمجان تهدد جهة مجهولة عائلة في منطقة عالي الشيتان أطراف قضاء المقدادية في ديالة بإخلاء المنزل والرحيل وإلا فمصرهم الموت قعدنا الصبح الساعة السابعة نريد نزق المزرعات موالتنا تفاجئنا هذه الكتابات على الحياطين وعلى الماكنة الحراثة وعلى بيوت موالتنا نحن ثلاثة بيوت هنا كاتبين علينا يريدون أن يتجاوزون علينا الإصابات الخارجة من القانون المشنودة من الأحزاب ومن البرلمانيين مشنودة لاستيلاع على الأراضي موالتنا فريق قناة التغيير دخل المنطقة ووثق بعدسته بالصوت والصورة تفاصيل حادثة نفت شرطة ديالة علمها بها في إجابتها على تساؤل فريق التغيير حول تفاصيل التهديد الطائفية أنا ناشد السيد الوزير الداخلي المحترم أن يطلب مقابلتي حتى أوضح له ما الذي يصير السيد رئيس الوزراء أيضا أطلب من عنده يدز عليه نحن الضباط مو صغار جريمة تستدعي إطلاق صافرة الإنذار قبل أن تزهق روح عائلة بريئة اليوم اللي حصل في عالي إتشيتون هي مرحلة خطرة قرب الانتخابات اللي زعزعت الأمن والاستقرار وخلط الأوراق في مرحلة حرجة جدا وهي مرحلة انتخابات مرحلة انتقالية لانتخاب مجلس محارضة ديالة حادثة تنذر بإعادة التوتر لدى الأهالي في محافظة نزفت أرواح أبرياء لما عاثت فيها الطائفية تلك الحقيقة المفزعة تؤكدها أثار السلاح منذ سنوات طويلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر